أي تطور في قطاع الغاز في العراق أو تقدم نحو تصديره تراه إيران خطرا يهددها ويهدد اقتصادها هذا ما كشف عنه تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن التقرير أشار إلى أن إيرادات كردستان العراق غير النفطية بلغت 80% من إيرادات العراق غير النفطية وأن أربيل جذبت عددا كبيرا من المستثمرين في مجال الطاقة خصوصا ما يتعلق بتطوير حقول الغاز تمهيدا لتصديره لاحقا هو أمر يثير مخاوف إيران فإذا ما استقل العراق في مجال الطاقة ستخسر طهران سوقا مهمة توفر لها مليارات الدولارات لسيما إذا ما استثمرت أربيل هذه الكميات من الغاز في توليد الكهرباء يضيف التقرير أن إيران كانت وما تزال تطمح لتصدير الغاز إلى أوروبا وهي ترفض أن تتمكن أربيل من تحقيق ذلك أو أن يتحول العراق إلى قوة مؤثرة في السياسة الإقليمية مستقبلا المحكمة الاتحادية وفي قراراتها الأخيرة الخاصة بكردستان العراق وفرضها تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى حكومة السوداني أضرت بالعراق وأصبت في مصطحة إيران بحسب التقرير الذي يؤكد أن الإطار التنسيقي الموالي لإيران يوافق على كل هذه القرارات ويضيف أن إيران تطمح إلى الاستفادة من خطط حكومة السوداني الرامية لجعل العراق نقطة وسط تجارية بين الشرق والغرب ما يزال العراق إذن بمثابة الحديقة الخلفية أو الرئة الاقتصادية لإيران في ظل العقوبات الغربية عليها فلطالما تمكنت طهران من الالتفاف على هذه العقوبات من خلال الحكومة المتعاقبة وعلى حساب العراقي والعراقيين ورغيف خبزهم